اهتمام دولي وأممي بتنفيذ اتفاقات مشاورات السلام اليمنية بالسويد يقابله تعنط ومماطلة حوثية في الانسحاب من الحديدة وموانئها موقف دفع الحكومة اليمنية ودولا في تحالف دعم الشرعية إلى مخاطبة مجلس الأمن وهو الذي اتخذ بالإجماع قرارا بريطانيا بدعم اتفاق السويد والمواثقة على نشر مراقبين للإشراف على الهدنة رسالة ممثلي اليمن والسعودية والإمارات والتي حملت تاريخ الحادي والثلاثين من ديسمبر ووجهت لرئيس المجلس في تلك الفترة الإفواري كاكو هويا جاليون أدوم اتهمت الحوثيين بعدم الالتزام بوقف إطلاق النار في الحديدة الرسالة تطرقت أيضا إلى خروق الميليشيات التي تلت الموافقة على الهدنة ومنها إطلاق نيران القناصة وصواريخ باليستية متوسطة المدى إضافة إلى إقامة الحواجز وحفر الخنادق في المدينة ويأتي ذلك فيما تواصل لجنة تنسيق إعادة الانتشار اجتماعاتها في الحديدة برئاسة الهولندي كامرت وفي اجتماعها الأربعاء ولليوم الثاني على التوالي ناقشت اللجنة إعداد آلية مراقبة لوقف إطلاق النار الذي يتعرض لخروق يومية من قبل الميليشيات أعلن قائد اللواء الثالث حرس حدود